الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون فيه عندنا امتحان محافظة اسويس واللي بيبدأ معي بسؤال ادهالك سؤال المحادسة طبعا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وتلجمها قبل ما تحل خلي بالك السطر اللي فوق ده مهم جدا السطر ده بيعرفك المحادسة بتتكلم عني بيقول هنا مالك اند جمال are talking about sports مالك وجمال بيتكلم مع بعض عن الرياضات طيب خلان شوف كده مالك هنا بيسأل جمال سؤال وبيقول له هل اقدر اسألك بعض الاسئلة طبعا السؤال ده شباب اجابته ستة كده انك تقول شور او يعني بالطبع بالتأكيد او ممكن تقول ايوة انت تقدر كل ده اجابات صح طيب مالك بيبدأ يسأله اول سؤال بقى لازم اعرى الاجابة علشان عرف السؤال ايه الاجابة جمال قال له يعني رياضة المفضلة كرة القدم طيب ده سؤال مشهور جدا واحنا كلنا احافظينه اللي هو ايه هي رياضتك المفضلة طبعا بيسأل هنا طبعا الصيغة السؤال اسمها بيسأل يعني ايه هي رياضتك المفضلة يبقى السؤال التاني بيقول له هنا طبعا رياضتك المفضلة قال له في الاجابة رياضة المفضلة كرة القدم طيب بعد كده سأله سؤال كمان بيقول يعني اين بيقول له بتلعب كرة القدم فين طيب احنا بنلعب اللابة دي في النادي فهتقدر بكل بساطة كده تقول يبقى هنا اقول له في النادي يعني طيب قال له هل انت بتحب الباسكتبول كرة السلة معرفش لازم اكمل علشان اعرف قال له حاجة سأله سؤال قال له بلعبها مرة في الاسبوع يبقى بيحبها يبقى هنا هيرد يقول له برافو عليك زي ما تعودنا بقى الكاما والي بتتحول الى اي وطبعا دو هتنزي ما هي بيقول له ياس اي دو مارك سأله هنا في الاخر سؤال كان اجابته انا بنعب اللابة دي مرة واحدة في الاسبوع قلنا شباب او اي مرات بسألناها بهاو اوفن يعني كم عدد المرات يبقى هنا يقول له كم مرة يعني او بدنا اقول له لان الفعل عنده هيكون جمع اللي هو يو فاقول له وحط الفعل في المصدر اللي هو كان مرة بتلعب عايز يقول له كرة السلة يعني ممكن اقول له يبقى كم مرة بتلعبها قال له مرة واحدة في الاسبوع بعد كده بيكون في عندنا السؤال التاني في الامتحان وهو سؤال تكملة النص السؤال ده خلي بقى هو عبارة عن نص صغير النص ده بتقرأ كويس جدا وبترجمه على مهلك وبيدي لك فوق هنا ستة كلمات الكلمات دي بتترجمها وتبدأ تختار منها اربع كلمات تكمل بهم الفراغات اللي قدامك دي طيب خلينا نشوف كده بيقول له هنا فاطمة علي البنة نقط طيب بتكلم على فاطمة البنة بيقول ان هي ولدت في الاسكندرية في الفين وثلاثة طيب كلمة ولدت دي اسمها يبقى اول اجابة شباب هتبقى كلمة رقم واحد بيكمل بيقول لما كانت طفلة طيب هي عايز يقول ان هي حبت تعلم عن العلوم طيب هنا الفعل الماضي لما كانت طفلة يبقى تجيب لكلمة اللي هي احبت يعني بعد كده بيقول هي ارادت انها تكون ايه يعني طبعا بتحب العلوم فها عايزة تبقى عالمة علوم الحاجة الوحيدة اللي تنفع اللي هي عالم كلمة عالم اللي هي ساينتست كان نفسها تبقى عالم مشهور يعني شي نقط بريباراتوري سكول شي ووركت اون سكول بروجيكت عايز يقول ان هي انهت المدرسة الاعدادية لما انهت المدرسة دي هي بدأت على المشروع اه الدراسي بتاعها يبقى هنا شي فنشت رقم اربعة اللي هي انهت يعني بعد كده بيكون عندنا السؤال التالت فيه الامتحان وهو سؤال القطعة طبعا سؤال القطعة سؤال مهم جدا اهم حاجة فيه انك انت تقرأ القطعة وترجمها على مهلك دلوقتي نبدأ نقرأ القطعة بتاعتنا علشان نحل عليها بيقول هنا اسوان مدينة مصرية جميلة بيكمل بيقول لي بتقع بقى في جنوب مصر هي واحدة بيقول انها واحدة من ارواع المدن في العالم بيكمل بعد كده بيقول لي هي مشهورة بانها افضل مدينة خاصة في الشتاء بسبب طبعا طقسها الدافئ يبقى شهرتها جاية بسبب الطقس الايه الدافئ بعد كده بيكمل وبيقول لي هي بتكون البوابة الجنوبية لمصر طيب دام بيقول ان موقع فريد ومميز اللي جعل انها مدينة هادئة جعلها مدينة هادئة الناس في هذه المدينة الناس في اسوان كلهم طيبين يعني وناس امناء الصفحة اللي بعد كده هاني كان من مهباط ارية القطع كان بيقول لي بقى السياح بيحب يزوروا اماكن في اسوان ان السياح بيحبوا زيارة اماكن في اسوان بسبب ان اسوان فيها اماكن قديمة واسارية في اسار قديمين بيقول لي بعد كده زي بيستمتعوا بزيارة السد العالي النباتات وجزيرة النباتات والنتحف النوبة واللي بيعكس تاريخ النوبة وبيكمل وبيقول طبعا حياتهم وتقاليدهم يعني بعد كده بيقول لي اسوان بتكلم على الحديقة النباتية في اسوان طيب بيقول الحديقة يعني مميزة جدا واللي عدد كبير من الناس بيحب يزوروها خلاص وبيكمل بعد كده بيقول سياح كمان يقدروا ان هم بيقول لي بعد كده ان السياح ممكن ان هما يشتروا هدئة سكرية من البزار اللي موجود هناك وبيقول ان الحاجات دي بتبقى او انها يعني حقا مدينة اي رائعة اللي هي طبعا اسوأة ان في عندنا اسئلة القطع نبدأ نحلمها بعض السؤال الاول بيقول هنا طيب الكلمة اللي تحتها الخط اللي هي كلمة بتعود على او بتعني ايه سوري هي طبعا معناها كلمة اللي هي جميل او جذاب بعد كده بيقول لي الضمير اللي احنا قارناه فوق ده بيشير الى ايه طبعا هم كان بيشير الى المدينة اللي هي اسوان بعد كده بيقول السياح كان باي الاجانب يقدروا ان هما يشتروا الكسير من الهدايا من اين طبعا بيشتروا الهدايا من البزار هو قال كده في اخر سطر في القطع طيب بعد كده بيكون عندنا الاسئلة المقالية على القطع السؤال الاول بيقول هنا what is the main idea of the passage main idea الفكرة الرئيسية للقطعة قطعة كلها اصلا بتتكلم عن مدينة اسوان فتقدر تكتب اي صفة كويسة بقى ممكن تقول اسوان اسوان يعني بتكون مدينة رائعة اي عنوان هنا هتكتبه لها لقب اسوان صح لو كتبت مثلا بتكلم عن مدينة مصرية برضو صح بعد كده بيقول هنا why do you think tourists like visiting اسوان in winter ليه تعتقد ان السياح بيحبوا يزوروا اسوان في الشتاء طيب هو الهالي قبل كده ان اسوان بيزوروها السياح في الشتاء بسبب بقصها الدافئ المناخ الدافئ جواها الدافئ خلي بالك بقى الاجابة دي موجودة عندك في القطع زي ما هي احنا هنا بنحل من خلال القطع يعني بعد ما تقرأ السؤال هتلاقي الاجابة زي ما هي في القطع يبقى اقول له بسبب الطقس الايه الدافئ اللي فيه اسوان اخر سؤال بيقول لي where is اسوان located طبعا دي في اول سطر في القطعة اين تقع اسوان طبعا احنا هو قال ان هي بتقع في جنوب مصر الاجابة موجودة عندك في اخر السطر الاولاني في الصفحة القبل دي بتقول لي it's located هي بتقع وتكمل بقى من القطع on the south of ايجيبت بتقع في جنوب من مصر الاجابة موجودة بالنص في القطع يبقى انت بتحل من خلال فهمك ليه القطع يبقى بيقول لك اين تقع اسوان تقول له في جنوب ايه مصر طيب بعد كده عندنا سؤال اختياري نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول هنا المكان اللي بنقدر ننستلف او نوفر او نحافظ فيه على الفلوس طالما قال لك موني نقود يعني يبقى البنك على طول فقول له هنا بانك اللي بعده بيقول هنا the synonym of the word peaceful synonym يعني معنى او مراده في كلمة peaceful يعني هادئ بتساوي عندي فيه المعنى كلمة quite اللي برضو معناها هادئ واللي بعده بيقول هنا to get the adjective of help we can add the suffix a علشان نحصل على الصفة من كلمة help بنحط لها suffix في الاخر طبعا بنحط ful عشان تبقى helpful يبقى هنا نحط لها ful في الاخر الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا طيب بيقول لك انا نجحت في الامتحان ده معناه ان انا اجتزته خلي بالك بقى كلمة succeed بتساوي عندي كلمة pass اللي يعني معناها نجح او اجتز فقول له هنا i passed it نجحت فيه بانا عديته اين بعد كده بيقول we add the prefix نقط to give the opposite of possible طيب احنا بنضيف البداية ايه علشان تدينا خلي بالك بقى كلمة opposite يعني عكس او مضاد علشان تدينا عكس كلمة possible طبعا بنحط لها im في الاول عشان تبقى impossible يعني استحيل او غير ممكن واللي بعده بيقول هنا the opposite opposite قلنا يعني عكس او مضاد كلمة fast طيب fast يعني سريع هو طلب منك عكس كلمة سريع طبعما طالب opposite يبقى عكسها بطيق كلمة بطيق بقى اللي هي slow يبقى اقول له هنا عكس fast slow يعني بطيق بعد كده بيكون في عندنا سؤال correct السؤال الاول بيقول لي هنا either sama نقط مريم has a new mobile طيب هنا خلي بالك بقى كلمة either ما بيجيش معها noor احنا حفظنا اسمها either or يبقى خلي بالك بقى كلمة either بيجي معها or طيب ايه اللي بعده بيقول لي last year we not a very long bridge in china طيب سهلة جدا اول ما تشوف last year حط عينك عليها وفتكر last year بتدل على زمن الماضي البسيط ماضي بسيط يا شباب يبقى اقول له الماضي من build اللي هو الفعل اخر هو t ده فعل غير منتزم الماضي من build اللي هو built يبقى احنا بنينا بعد كده my cousins have lived in cairo نوعات six months طيب احنا قلنا بقى المدة الزمنية بيجي قبلها four amethens عايزة قبلها بداية حدث عايزة بعدها بداية حدث فهنا اقول له four لمدة بعد كده بيقول هنا today's mass listen was not a طيب بيقول حسة الرياضة النهاردة عايزة قول انها كانت شيقة جدا طيب هنا نفعش اقول interest لازم اقول interesting الحصة هي اللي شيقة يبقى هنا هتحط للصفة في الاخر ing لو انا بقى اللي مستمتع او انا اللي حس ان الحصة شيقة بحط ايدي في الاخر بعد كده بيقول لي what time نوعات زا train leave طيب بيسأل عن الوقت اللي بيغادر في القطار ده مضرع بسيط طيب الفعل هنا مفرد اللي هو train يبقى الصحة انك تساعد من does مش do يبقى نقول له does the train leave الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا امتحان محافظة شمال سيناء طيب بيبدأ معايا بسؤال الداليك سؤال المحادسة زي ما قلنا شباب اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك واترجمها قبل ما تحل وخلي بالك السطر اللي فوق ده مهم جدا السطر ده بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه بيقول هنا علي is talking to a salesman at a close shop علي عايز يقول ان هو يعني بيشتري من محل ملابس يعني بتكلم مع الباع في محل ملابس فالسلسمن بيكلمه بيقول له can i help you هل ممكن اسعدك طيب علي رد عليه بعد كده الباقي عساء له سؤال الاجابة كانت i need a black shirt انا عايز اميس اسود احنا عرفنا ان علي بيشتري اميس اسود هو بيقول له ممكن اسعدك فهيقول له ايوة انا عاوز اميس اسود فممكن هنا يقول yes ونكتب i need a shirt بس هل يعني او yes i want to buy a shirt ايوة انا عاوز ان انا اشتري قميس يعني طب عارفنا منين من تكملة المحادسة عشان كده مهم جدا انك تقرأ المحادسة كلها قبل ما تحل سلسمن قال له هنا سؤال اجابته انا عايز القميس يكون لونه اسود يبقى بيسأل عن اللون لما يجب اسأل عن اللون بيستخدم what color اللي هي معناها ما اللون فهنا يقول له what color do you need بيقول له ايه اللون اللي انت محتاجه لانه في الاجابة بيقول له انا محتاج اميس لونه اسود يبقى what color do you طبعا دو بيجيوا رائع الفعل في المصدر فتقول لي need قال له طبعا اسود بعد كده قال له what about this shirt ايه رأيك في الاميس ده علي رد عليه سأل السؤال بعد كده فممكن يقول له ان هو كويس مسلا it's nice يعني هو رائع بعد كده بيقول له do you want trousers هل انت عايز بنت لون معرفش لازم اكمل علشان اعرف قال له حاجة سألوا سؤال قال له سايز سيرتي تو بيسألوا على المقاس يبقى هنا عايز بانطلون فيقول له yes زي ما تعودنا بقى كاما وال you بتتحول الى i و do تنزمها بقول له ايوة انا عاوز بانطلون طيب السؤال هنا يكون ايه اجابته كانت ان المقاس بتاعه اتنين وتلاتين يبقى بيسأل عن المقاس لما جايسأل عن المقاس بيستخدم حاجة اسمها what size يعني ايه المقاس اللي انت عاوزه يبقى اقول له what size وبعدين اقول له do فعل مساعد وبعدين فعل you وبعدين اقول له want او need ايه المقاس اللي انت عاوزه يعني او محتاجه فقال what size do you want قال له طبعا سيرتي تو طيب بعد كده هنكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال read and complete تكملة النص خلي بقى لك بقى السؤال ده هو عبارة عن النص صغير بتقرأك وويس جدا وبترجمه على مهلك وبيدي لك فوق هنا ست كلمات الكلمات دي بتبدأ تترجمها وتختار اربع كلمات تكمل بهم الفراغات اللي قدامك دي طيب بيقول له هنا عادل is an old man عادل رجل كبير he is seventy five years old هو خلي بالك عنده خمسة وسبعين سنة طيب بيكمل وبيقول while بينما he was walking along the night بينما هو كان بيمشي بطول الايه he fell down and felt شعر بيه هو سقط طيب هنا الحاجة اللي تنفع اللي هي كلمة pavement عايز يقول بينما كان بيمشي بطول الرصيف خلاص بمحاذاة الرصيف يبقول له هنا pavement هو طبعا وقع وشعر بانه ايه طبعا انه متعب طيب كلمة متعب بقى tiring ولا tired هو اللي حاسس بالشعور فيقول هنا tired بانه تعبان جدا يعني بيكمل بيقول a young boy في ولد صغير بقى saw him شايفو رائع يعني and ran towards him وجري ناحيته he not him هو قال له to sit down and have a noot هو قال له يعني ان هو اه طبعا كلمة عايز هنا كلمة asked هو طلب منه ان هو يعود يبقى هي asked him هو طلب منه ان يعد and have a noot وياخد ايه طبعا have a rest وانه ياخد راحة يبقى رقم اربعة تبقى كلمة rest اللي هي راحة وبعد كده بيقول لك يعني انه هو شكر الولد طيب بعد كده شباب بيكون عندنا سؤال مهم جدا وهو سؤال القطعة زي ما قلنا قبل كده سؤال القطعة اهم حاجة فيه انك انت تقرأ القطعة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل دلوقتي نبدأ نقرأ القطعة بتاعتنا علشان نعرف نحل عليها قطعة بتاعتنا بيقول هنا goal الهدف يعني is something you want to achieve بعرف كلمة هدف ان هي الحاجة اللي انت عاوز انك انت تحققها يعني first اولا decide what your goal is اول حاجة قرر ايه هو هدفك بيقول لك امثلة على كده بقى for example مثال على ذلك do you want to pass a test هل انت عايز تنجح في الامتحان ولا لا do you want to be a doctor هل انت او استبقى دكتور لكل اهدف تبدأ تفكر فيها when you have decided on your goal لما انت تقرر هدفك write it down on a piece of paper اكتب هدفك ده على ورقيا بيقول لك اكتب الهدف على ورقة and look at وانظر الي everyday وبص عليه كل يوم then ثم decide what you must do to succeed يعني بعد كده بقى قرر اللي لازم تعمله علشان تنجح في الهدف بتاعك ده some people بعد الناس never reach their goals ما بيوصلوش لاهدفهم because they think it's impossible هما بيعتقدوا ان الحاجة دي او الهدف ده مستحيل يعني غير ممكن but ولكن you must always believe that your goals are possible ولكن لازم ان هما دايما يعتقدوا ان الاهداف تحققها ممكن يعني بيكمل بعد كده بيقول لي don't think هو بيقول لك بقى لا تعتقد this test ان الامتحان ده is difficult بيقول لك ما تفكرش ابدا الامتحان ده هيكون صعب I will probably fail انا سوف اسقط او انا سوف ارسب في الامتحان instead بدلا من ذلك think اعتقد هيكمل بقى في صفحة تانية الفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض قرية القطع كان بيقول بينصح بقى بقول لك اعتقد دايما this test ان هذا الامتحان is difficult صعب but ولكن I have worked hard. انا هشتغل بجد and I will pass it. وهنجح في الامتحان دايما يعني فكر بي الطريقة الايجابية دي. looking at the goal انظر الى هدفك. you wrote on the paper اللي انت كتبته على الورقة. and think how you will be when you succeed. وفكر بقى انت هتبقى حسب ايه لما تنجح يعني. think about. فكر that happens في اللي هيحصل while you are working بينما انت بتعمل and you will enjoy your work. واستمتع به العمل بتاعك. so everyone علشان كده كل واحد should have a definite goal to be achieved. كل واحد لازم يكون عنده هدف محدد انه يحققه يعني. طيب بعد ما قررنا القطع وفهمناها نبدأ نحل مع بعض اسئلة القطع. نبدأ مع بعض سؤال اختياري. السؤال الاول بيقول هنا the main idea الفكرة الرئيسية of the passage للقطع is about how not. الفكرة الرئيسية للقطع بيتكلم عن ازاي تحقق هدفك. مش كده? يبقى how to achieve your goal. يبقى اول اجابة عندي هتبقى رقم به. ازاي انك انت تقدر تحقق الهدف ده. ايه اللي بعده? يقولي some people بعض الناس never reach their goals because they think they are not. بعض الناس ما بتقدرش تصل الاهدافها بسبب ان هما بيعتقدوا ان الاهداف دي صعبة. كلمة صعبة اللي هي difficult. يبقى له هنا difficult. واللي بعده بيقول هنا when you decide on your goal write it down and look at it not. طيب بيقولك لما تقرر الهدف اكتبه على ورقة وانظر ابيك كان بيقول لي كل يوم كل يوم دي بتساوي عندي كلمة daily. اللي هي يومين. بصوله يعني يومين. بيقول له daily. بعد كده بيكون عندنا سئلة مقالية على القطع. السؤال الاول بيقول لي how will you feel when you achieve your goal. طيب بيقول هنا كيف تشعر او ايه اللي هيحصل يعني لما توصل لهدفك. هتحس بايه? طبعا تقدر تقول اي حاجة. مسلا I feel happy او I will feel proud. انا هشعر بان انا proud يعني فخور. يبقى I will feel proud. اشعر بالفخر يعني. طيب السؤال اللي بعده. بيقول هنا what does a goal mean? طيب بيسأل بقى ايه هو الهدف? هو قال لك تعريف الهدف في اول سطر في القطع. اول جملة يا شباب. كان بيقول ان الهدف هو الحاجة اللي انت عاوز تحققها. مش كده? فذرة تقول هنا a goal is something. الهدف هو الشيء يعني you want to achieve. اللي انت عاوز توصله. اللي انت عايز تحققه. اللي بقى انت بتجيب التعريف من القطعة. يبقى الاجابة هنا a goal is something you want to achieve. الحاجة طبعا اللي انت عايز تحققها او تنجزها يعني. بعد كده بيقول what will happen if people don't have a goal. ايه اللي هيحصل لو الناس يعني ما حققتش اهدفها او ما كانش عندهم اصلا اهدف. خلي بالك بقى طالما ما عندهمش هدف يبقى مش هيوصلوا لاي حاجة في حياتهم. مش هيحققه اي حاجة. فطيبها تقول مسلا زي. don't achieve anything in our life. يعني او in life. يعني هما مش هيحققه اي حاجة في حياتهم. يبقى زي don't achieve anything اي شيء in their life في حياتهم. الناس اللي ما عندهمش اهداف مش هيوصل لحاجة ولا هينجح ولا هيوصل لحاجة في حياتهم. يبقى زي don't achieve anything in life. بعد كده بيكون عندنا سؤال اختياري. نبدأ مع بعض السؤال الاول. بيقول هنا. اه نقط is something you make when you are unhappy. الحاجة اللي انت بتعملها لما تكون are unhappy يعني غير سعيد. لما تكون غير مبسوط بتعمل شكوى او غير راضي. اللي بعده بيقول لي هنا نقط are pictures and the sounds that you think are happening when you are sleeping. اي الصور والاصوات اللي بتعتقد انها بتحصل لما بتكون نايم. طبعا ده الحلم. احلام بقى دي اسمها dreams. يبقى هنا بتكلم عن الحلم يعني اللي هو dream. بعد كده بيقول the antonym of the word interesting. احنا قلنا قبل كده ان كلمة antonym يعني عكس او مضاط. interesting يعني شيق. عكسها طبعا مملب. اللي هي boring. طبعا مهمة جدا ولازم تحفظها. اللي بعده بيقول هنا to change the adjective L كلمة L يعني. نحولها الى noun الى s. بان انا احطيها الصفكس في الاخر N E S S عشان تبقى كلمة illness اللي هي يعني بتتحول من الصفة اللي هي المريض الى المرض نفسه اللي هو illness. فهنقول هنا شباب N E S. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا there are mini attractive buildings in Egypt. بيسألك بقى كلمة attractive اللي معناها جميل او جذاب بتعني ايه? في مباني جميلة في مصر. كلمة جميل بقى بتساوي كلمة beautiful اللي معناها جميل برضو. اللي بعده بيقول هنا we can share experiences and support each other. بيسألك بقى كلمة support means not. يعني احنا نقدر نشارك خبراتنا وندعم بعض. كلمة support اللي هي معناها يدعم او يشجع. طبعا دي بيساوي عندي كلمة encourage اللي هي برضو معناها يشجع. طيب بعد كده بيكون عندنا سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا you not smoke in the class. طبعا ما ينفعش انك تدخم في الفصل. فهنا الصحة انك تقول لي you mustn't. يعني لا يجب. يبقى الصحة انك تنفي بقى. فهاش تقول لي must. صح تقول? mustn't. واللي بعده بيقول هنا have you finished your homework not? طب خلي بقى لك بقى ده سؤال. السؤال ده في زمن المضارع التام? السؤال في المضارع التام بيجي اخره yet. عايز يقول هل انت انهيت وجبك حتى الان? يبقى yet. last year I not care. قلنا قبل كده لما نشوف كلمة last year اعرف ان الزمن ده ماضي بسيط. السنة اللي فاتت انا زرت القاهرة. اللي ماضي بقى انك تحط الفعل ed في الاخر. اللي بعده بيقول هنا villagers are to hear about the plan. طيب القرويين النسل في القرى كانوا متحمسين او بيكونوا متحمسين. طالما هم اللي حاسين بالشعور بنحط للصفة ed في الاخر. فهنقول هنا excited. لما سموا يعني عن الخطة الجديدة فهما كانوا آآ متحمسين جدا. بعد كنت يقول لي وانا قبل كده ان كلمة دي بيجي وراها الفعل مفرد. الفعل بيجي بعدها مفرد. مفرد يعني تضيف للفعل تبقى helps. اللي هو طبعا مدارع بسيط. الصفحة اللي بعد كده انا كمل مع بعض بيكون فيها عندنا امتحان محافظة الوادي الجديد. بيبدأ معايا بسؤال ادالك سؤال المحادسة. طبعا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. خلي بالك السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عني. بيقول هنا سامي يعني بيكلم علي اللي راح القاهرة ورجعها. طيب بيسأله هنا. سامي بيكلم عنه بيقول له هلو بيسأله. طيب بيقول له كنت فين يعني رحت فين. طيب قال له هنا في الاجابة. قال له سامي انا رحت القاهرة. طيب سامي بعد كده هيسأله سؤال. علشان اعرف السؤال لازم اقرأ الاجابة. الاجابة علي قال له يعني بالاوتوبيس خلي بالك بقى بيتكلم عن وسيلة مواصلات. قلنا لما نيجي نسأل عن وسيلة المواصلات بنستخدم هاو. يبقى اول سؤال هيقول له يعني ازاي انت رحت وممكن يقول له يعني هناك. هو بيقول له انا كنت في القاهرة فهيقول له ازاي رحت هناك يعني القاهرة. قال له بالاوتوبيس قال له يعني لماذا ليه رحت هناك معرفش لازم اكمل علشان اعرفه. علي قال له حاجة. رد سامي وقال له عربية جديدة. يبقى هو راح عشان ايه يا شباب يشتري عربية جديدة مسلا. عشان كده مهم جدا انت ارى المحادسة كلها قبل ما تحلم. يبقى هنا يرد يقول له لكي اشتري يعني سيارة جديدة. يبقى بقول له رحت ليه? قال له عشان اشتري عربية جديدة. قال له هذا رائع وسأله سؤال. برضو ارى الاجابة قال له هنا بيقول ان هي بمية وخمسين الف جنيه وعليها تلاتين في المية خصم. يبقى اضح هنا ان بيسأله على تمن العربية. السؤال عن السمن بقول هاو ماتش. هنا يقول له هاو ماتش از ات. بتكلم عن العربية عايز اقول له بكام يعني قال له بمية وخمسين الف جنيه وكمان عليها تلاتين في المية ايه خصم. قال له او اعتقد ايه? عشان اعرف الاجابة لازم اقرأ. قال له ايوة ده هي مش غالية. يبقى اكيد هنا بيقول له انا اعتقد ان هي رخيصة يعني او مش غالية. يعني هكتب نفس الجملة تاني. خلاص كده? يبقى يقول له انا اعتقد وهنقل بقى من تحت ان هي بتكون ايه مش غالية. طب جيبنا الاجابة دي لان علي بعد كده قال له ايوة عندك حق هي مش غالية. وكمل وقال له اكيد هينصحه ان هو يشتري واحدة كمان. فيقول له مسلا يجب عليك انت كمان ان انت تشتري كمان عربي. يبقى يو شود باي مسلا او باي كار. طيب بعد كده بيكمل مع بعض بيكون في عندنا السؤال التاني في الامتحان. وهو طبعا سؤال تكملة النص. سؤال ده عبارة عن نص صغير رازم تقرأ كواز جدا وترجمه قبل ما تحل. وبتبدأ تقرأ الكلمات دي وتختار منها اربع كلمات تكمل بيهم الفراغات اللي قدامك دي. نبدأ مع بعض. النص بتاعنا بيقول لي هنا انا عايش في مجتمع عظيم يعني. بيكمل بيقول في انشطة رياضية للشباب. بعد كده بيقول زي بقى في ملعب للتنس وكرة الطيرة. بيكمل بيقول لي بيقول كمان موجود العديد من اللوكال ايه ليه الناس من كل الاعمار. بيتكلم هنا خلي بالك عن المرافق. عايز يقول مرافق محلية ليه الناس من كل الاعمار. طيب مرافق بقى اسمها يبقى دي رقم واحد. بعد كده بيقول لي نقط بيتكلم بقى المرافق دي فيه متاحف للتاريخ وطبع مسارح فهنا عايز يقول مشتملة على او متضمنة اللي هي انا هبدأ الجملة بقى بيقول له بتشتمل على طبعا مسارح ومتاحف وهكزا. الطرق بيكون فيها ايه واسع? لذلك يبقى فيها ارصفة. عشان بعد كده بيقول لك ان لذلك ما فيش مشكلة لزي والاحتاجات الخاصة. يبقى رقم تلاتة هتبقى وفي الاخر بيقول ما فيش اي مشكلة ليه? طبعا اللي هم زي الاحتاجات الخاصة ان هم يقدروا يسفروا بسهولة. يبقى رقم اربعة وآخر حاجة تبقى كلمة زي الاحتاجات الخاصة. بعد كده بيكون عندنا سؤال القطعة. السؤال ده خلي بالك هسيبولك زي واجب كده قرية القطعة ارى قطعة على مهلك لو في كلمة وقفت معاك اكتبها لي فيه التعليقات. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض حل سؤال القطعة زي ما قلت لك ارى قطعة على مهلك لو في كلمة وقفت معاك اكتبها لي فيه التعليقات. برضو وانا بحل معاك اسئلة القطعة هبدأ ارجع معاك على القطعة. القطعة بتتكلم عن الحواس الخمسة. طيب خلاني نشوف الاسئلة كده والرجع على القطعة. السؤال الاول بيقول هنا طيب الفكرة الرئيسية للقطعة. احنا قلنا يا شباب في اول سطر في القطعة بيقول ان القطعة بتتكلم عن اهمية الحواس الخمسة. يبقى له السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب الحواس الخمسة بتساعدنا على ايه? هو قال ان الحواس دي بتساعدنا اننا نعيش. يبقى له هنا اللي بعده بيقول هنا الكلمة التي تحتها الخط بتعني ايه? طيب هنا معناها حضرة بتساوي عندي اللي هو مسلا جي او ذهب الى المكادة. فخلنا نقول هنا وانتو. نيجي بعد كده على النقطة اللي بعدها وهي تلات اسئلة مقاليين على القطعة برضو. الاسئلة دي كلها بتحلها برضو من خلال القطعة. السؤال الاول بيقول هنا. what do you think would have happened if brail hadn't lost his eyes? طيب بيقول يعني ايه اللي كان هيحصل لو برايل لم يفقد عينها. خلي بالك بقى القطعة بتحكي انه هو لما طبعا فقد عينيه بدأ يفكر انه يخترع نزام للقراءة بالنسبة للمكفوفين. ونجح هيعمل طريقة اسمها طريقة للمكفوفين. طيب من خلال القطعة بقى بيقول لك ايه اللي كان هيحصل لو ما فقدش عينيه. طبعا ما كانش هيساعد المكفوفين او ما كانش هيعمل الطريقة دي. وبالتالي هيكون في مشكلات كبيرة بالنسبة للناس اللي فقدت عينها. يبقى نقدر نقول لشباب يعني هيكون عندهم مشكلات لسه موجودة في طبعا للناس المكفوفين. او اقدر اقول طبعا اجابة تانية هيكون فيه مشكلات كتير او صعوبات لان الاختراع اللي هو الطريقة اللي هو اختراحة دي ساعدت فيه القراءة والكتابة. طيب بعد كده بيقول لي هنا لخص النص الاولاني او النص في جملة واحدة. طيب هو اول نص اصلا كان بيتكلم على اهمية الحواس الخمسة وان هي بتساعدنا ان انها نعيش. فقدر اقول له هنا يعني حواسنا الخمسة. ممكن اقول له طبعا الجملة دي مكتوبة في القطع زي ما هيكده. بتساعدنا هي بتساعدنا طبعا اننا نستكشف البيئة. من خلال الحواس الخمسة. يبقى اقول له طبعا ايه شباب بتساعدنا نستكشف ونعرف اكتر عن البيئة بتاعتنا يعني. طيب السؤال اخير في القطع بيقول لي هنا طبعا ايه هي اه اكتر حاسة تبقى صعبة جدا لو فقدناها طبعا كلهم مهمين جدا ولكن هو قال لي في القطع هي حاسة اه طبعا البصر. فاقول له هنا ده اللي هو النظر يعني. يبقى بيسأل عن اكتر حاسة بتؤثر عند فقدها طبعا النظر. طيب بعد كده شباب نكمل مع بعض بيكون عندنا سؤال الاختياري. السؤال الاول بيقول لي. طيب بيقول صعوبة في التعلم بتأثر على القراءة والكتابة. طبعا احنا قلنا ده تعريف لعدم القدرة على القراءة والكتابة ده اسمه اللي هي طبعا صعوبة القراءة او صعوبة التعلم. ده هو الاسم من الفعل. زي مثلا الفعل زي بحط له في الاخر معناه اللعب بيتحول الى اللعب. يبقى هنا بكون بان انا حط صافيكس اللي هو خلاص كده يبقى قوله هنا هو الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا يعني فريقنا المدرسي. وبيسأل بقى كلمة كونتست مين زناد. الفريق المدرسي طلع الاول فيه المسابقة. طيب كلمة كونتست اللي هي مسابقة او منافسة او بطولة. بتسوي عندي طبعا تورنمنت وبتسوي وهم يديني هنا كلمة يعني بطولة. بعد كده بقول لي طيب يعني عكسة او مضاد. كلمة دي معناها متضايق او منزعج. طبعا عكسها ان الشخص ده يكون سعيد او مصرور. يعني اللي بعده بيقول هنا بيسألك بقى كلمة يعني ان احنا كنا طبعا آآ مأزيين بسبب كلماته الصعبة او القاسية. بيسألك بقى كلمة في الجملة بتعني. طبعا اوضح ان هي بتعني كلمات غير طيبة. اللي هي طبعا بعناها قاسي او صعب او حاجة يعني غير مرضية. فقول له. اللي بعده بيقول هنا. او ارآن نوعات. طيب حاجة بتعملها او بتكتبها او بتقولها. لو انت غير راضي او غير سعيد عن حاجة معينة طبعا بتعمل شكوى. شكوى دي اسمها طيب بعد كده نكمل مع بعض. السؤال السؤال الاول بيقول هنا. زا باس تو اسيوت نقاط اد سيكس اي ام. اللي تو بيس لاسيوت بيغادر. خلي بالك الساعة ستة ده مدارع بسيط. الفاعل هنا مفرد يبقى المفرد تقول لي ليفز. يبقى هنا شباب نقول كلمة ايه? ليفز اللي هي معناها يعني يغادر. اللي بعده بيقول هنا. نيزر فادي نقاط علي سبيكس انجليش وال. طيب احنا قلنا ان كلمة نيزر ما بيجيش معها اور. خلي بالك نيزر نور. خلاص يبقى احنا نحفظ القاعدة دي كويس جدا شباب. اللي بيجي معها اور هي كلمة ايزر. اللي بعده بيقول هنا. ذا فوتبول ماتش واز موط. مبارد كرة القدم كانت طبعا شيقة. هي المسببة للشعور. فنقول هنا اكسايتنج. قلنا لو الحاجة دي مسببة للشعور بنضيف اي انجي للصفة في اللي بعده بيقول هنا. طيب ما ينفعش كلمة اي لونج طايم يجي قبلها دي من الكلمات اللي بيجي قبلها فور. مدة زمنية. يبقى له هنا فور. واللي بعده بيقول هنا فرينس معست نوعات اي تش ازرز سيكرتز. سهلة جدا دي. احنا قلنا ان مست ومسنت وشود وشودنت. بكل ديها شباب بيجي وراء الفعل في المصدر. يبقى تقول لي كيب. لا اصدقاء يجب انهم يحفظوا الاسرار. فتقول لي كيب.